هل يجوز مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بقصائد فيها غلو يصل أحيانا للشرك أما مدح الرسول فالرسول أولى الناس بالمدح يعني بني آدم منه أفضلهم وأكملهم الرسول فالمدائح في الرسول صلى الله عليه وسلم هي صدق صدق ولا بالمدح إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سلوف الله مسلول يعني المدائح في الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من غيره لكن يا أحبابي لكن الرسول حذرنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلوب الغلوب المدح ولقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد فأقولوا عبد الله ورسوله فأقولوا عبد الله ورسوله فعندنا الإشكالية الآن أن بعض الذين يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يدفتفهم يدفتفهم لين يوقعهم ويشوفه في الشرك كما أوقع الشيخ البصيري الله يعفو عنه عندما قال في قصيدته المشهورة المعروفة بالبردة التي مطلعها من تذكري جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي قال فيها لما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أنت تلوذ بالرسول طيب والله العوذ بالله قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس النافع الظار هو الله وحده جل وعلا الله تعالى قال في القرآن قل إني لا أملك لكم ظرا ولا أراش أداء قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدة إلا بلاغا من الله ورسالات وأما البيت الثاني يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إذا كان الرسول يملك الدنيا وضرتها الآخرة ماذا بقي لله قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير الرسول ما يملك لنفسي ولا لغير شيء حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع أنه أكمل الناس وأعلاهم منزلة وأرفعهم مقام العكسة هكذا قال الله في القرآن عنه ثم أيضا يا أخي هو لا يعلم الغيب قال الله لنا في القرآن ولو كنت أعلم الغيب على لسان الرسول لا استكثرت من الخير وما مسني السوق وقال الله في الآية الأخرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يعلم الغيب إلا الله ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم والله نحب الرسول والله نعرف أنه أولى الناس بالمده حبيبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس مقاما وأرفعهم منزلة لكن لا نعصيه الرسول يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول رسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس وقالوا ما شاء الله وشيد قال أجعلتني لله نده ما شاء الله وحده ما شاء الله لما جاءه قولنا أنت سيدنا وابن سيدنا قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول ولذا تشف انظر أعلى مقامات النبي لما عرج به للسماء وذهب به إلى بيت المقدس بماذا وصفه الله بالعبودية وصفه بالعبودية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فهو في أعلى مقاماته مصوف بعبودية ربه جل وعلا نعم ترجمة نانسي قنقر